هذه نغمة الإشعارات على هسابك الخاص واتساب اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على ثلاث نقط ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي إلى الإعدادات نقوم بالضغط على الإعدادات وبعدها سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات الخاصة بنا هنا نأتي إلى الإشعارات نقوم بالضغط عليها ثم بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة هنا نأتي إلى نغمة الإشعارات نقوم بالضغط عليها ثم بعد ذلك تأتي إلى هذه النافذة تقوم باختيار نغمة الإشعارات الخاصة بك وبعد ذلك سوف يتم تفعيلها تلقائيا في الإشعارات عندما تصلك الإشعارات يكفي فقط أن تقوم باختيار أي نغمة ثم تقوم بالضغط عليها كي بعد ذلك سوف تظهر على هذا الشكل بالعلامة الزرقاء وهنا تم تفعيل النغمة التي قمت باختيارها وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله